لو عندك فترلكتك طماطم وعندك فلفل وعندك بيد ورغيف عيش هنعمل وجبة سهلة وسريعة جدا وكمان مشبعة وهتعجب البيت كله دي خصوصا بقى لاخر الليل لو جعانا كده هتقوم تعمليها دي قتين بالظبط وهكون جاهزة معاك وطعمها حلوة قوي قوي اتمنى قبل ما نبدأ تدعموا الفيديو ده باللايك وتشايروا لكل اصحابكم اول حاجة كده انا هستخدم معايا بطين وهبدأ دلوقتي اضيف عليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود بس مش اكتر من كده وهنبدأ نقلبهم كده بشوكة او بمضرب يده وما فيش مشكلة خالص نروب البيت كده معانا كويس قوي وبعدك نشوف ايه الاضافات اللي احنا هنضيفها مع بعض ربيت كده البيت كويس جدا وجبت هنا كده معايا حبة طماطم واحدة بس قطعتها مكعبات بالشكل ده بس ما خدتش المية بتاعتها يعني خدت الجلد بس من برا لو عندك فلفل اخضر ماشي عندك فلفل الالوان تمام انا كان عندي فلفل الالوان فضفت عليها لكن هو مش شرط اساسي في الوصفة حبت ضفيه تمام لو متاح مش متاح استخدمي فلفل اخضر بس كفاية قوي الوصفة دي قدر اقولك ان هي هتليملك اي بواق في التلاجة طبعا ممكن تكتفي بالطماطم والففل والبيت بس بس انا كان متاح عندي بقدونس فاخدت كده ايه اوراق من البقدونس حوالي معلقة كبيرة برضو كان عندي بصل اخضر فضفت كده معايا عود من البصل الاخضر لو حابة بقى تدلعي كده رغيف معاك وتكلي احلى طعم بجد لو عندك اي نوع جبن ممكن تضفيها يعني لو عندك اي بواق جبن حتى لو جبن ناش فتقدر تضفيها انا عن نفسي كان عندي مزارلة كده في التلاجة فضفت كده منها 3 معلقة كبار وكان عندي برضو شارحتين من الجبن الرومي دفتهم عليهم لو متاع عندك اي نوع جبنة ما تشترتيش بنوع معين يعني اي نوع جبنة ان شاء الله جبنة فيتا تضرد فيها جبنة مسلسات جبنة براميلي اي حاجة تضرد فيها تدي طعم حلو جدا لرغيف معنا فاي اضافة بالنسبة للجبن دي على حسب المتاع عندك في التلاج ما فيش جبن خالص استغني عن الجبنة يعني مش شرط الجبنة في الوصفة النهاردة كده هنعمل مع بعض حواوش البيت احلى حواوش بجد ممكن تعمليه ينفع في الفطار ينفع في العشا طعمه حلو جدا جدا ويعجب البيت كله كده خلاص المكونات بتاعتنا جاهزة معنا تمام قلبتها كويس جدا وفتحت الرغيف معي زي ما شفتوا كده معي بالمقص وبحط الكمية على حسب حجم الرغيف معي هنا الرغيف معي كبير فبحط كمية نسبه هنبدأ دلوقتي تجيب معنا 9 عم تقدر تحط فيها معلاء الزبدة على سمنة او تحطي سمنة على زيت المتاع عندك استخدميه وهنبدأ دلوقتي نحط الرغيف بتاعنا على طول اهم حاجة بعد ما بحط الرغيف لازم اغطيه معي عشان تأكد كده ان البيت استوه معي تمام وكمان الجبنة السح جواه خصوصا لو انت حط جبنة مجرد ما ياخد معي لون بابدأ قلبه على الجهة التانية بالشكل ده مش هياخد معاك وقت خالص بس طبعا لازم تقلبيه مرة واثنين وثلاثة بحس تأكد ان البيت استوه معاك تمام عشان برضو ايه زفرت البيت معانا فتتأكد ان هو استوه معاك كويس قوي فانا بقلبه كده على الجهتين مرتين او ثلاثة لحد ما تأكد ان الرغيف استوه معايا تمام ببقى كده حلوة قوي كده بقلب الرغيف كده على الجهة التانية حسيت انه لسه عايز يتحمر كمان انا بحبي كده يكون فيه نسبة ارمشة طبعا براحة الخالص زي ما تحبي كده ده شكل الرغيف من جوا شايفين الجمال الله اكبر الجبنة ساحة جواه وعايز اقول لكم ريحت بقى وطعمه رهيبة هنقطعه كده بقى مع بعض هتشوف دلوقتي انا بحب اقطعه كده بالمخرطة بصراحة بتقطعه سهل جدا احسن من السكينة كمان وصفتنا النهاردة سهلة وسريعة جدا تنفع لجوع اخر الليل تنفع تعمليها في الفطار حلوة قوي وهتعجب الاولاد جدا وزي ما قلتلك هتلميلك بواي التلاجة وخصوصا لو عندك اي جبنة ممكن تحطيها فيها هتعجب الاولاد جدا جدا اتمنى في فيديو النهاردة يكون عجبكم وتكون استفدتم منه واشوفكم على خير ان شاء الله وصفة جيدة ومع الف سلامة